نروح بقى نكمل موضوعنا والجو والبرد وحالة التقص سوق الأحوال الجوية اتسببت الحقيقة النهاردة في حوادث على بعض الطرق بالمحافظات بالرغم طبعا احنا هو كل شيء نصيب احنا طبعا امبرح دكتور أحمد عبد العزي ما قلنا كنا منبهين ان الناس تاخد بالها لكن فيه النهاردة حوادث كتير حصلت فيه رب تمنزل ونجلتها ماتوا الحقيقة الله يرحمهم الزوج اصيب بعد تصادم العربية الملاكي اللي كانوا ركبينها بعربية نقل اخرى اعلى الكبري العلوي بالطريق الزراعي السريع بضمانهور طبعا الحادثة زي ما حضرتكم عارفين كانت بسبب عدم الرؤية اسيوت حصل برضو حادث تصادم تسبب في وفاة اتنين واصابة ستة كمان اتصاب ستة تلاميذ في حادث اوتوبيس في الاسكندرية يا رب بنتمنى الشفاء لكل المصابين وتاني بعيدة على حضراتكم ان احنا نخلي بالنا لانه الموجة مستمرة وزي ما انتم معارفين خلاص احنا داخلين على شهرين تلاتة الشتة نحاول ان احنا اللي هيسافر او كده يختار الوقت المناسب وربنا يسطر يا رب طريق كل الناس